وزير المواصلات والاتصالات وزارة عملت مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات ونجحت في تطوير 27 خدمة مقدمة للأفراد والمؤسسات في مختلف قطاعات الوزارة وفي هذا السياق أشار سعادة الوزير إلى تطوير 21 خدمة في قطاع شؤون الموانئ والملاحة البحرية مضيفا أن الوزارة عملت على تطوير خمس خدمات بريدية وكذلك إلغاء الصناديق البريدية وخدمة تتبع وتعقب البعتات البريدية دوليا بالإضافة إلى تطوير خدمة واحدة في قطاع شؤون الطيران المدني وهي الحصول على معلومات الطيران للرحلات المغادرة وختاما ذكر سعادته بأن الوزارة قامت بتطوير العديد من الخدمات بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50% وتقليل الخطوات المطلوبة لتقديم الخدمة الإلكترونية إلى أربع خطوات كحد أقصى بالإضافة إلى التحول الإلكتروني لبعض الخدمات بنسبة 100% مما سيصفر عن رفع جودة هذه الخدمات وكسب رضا المستخدمين وتحسين تجربة العملاء بما يتسق مع برنامج الحكومة 2023-2026 ترجمة نانسي قنقر